منذ ان غدر دونالد ترامب البيت الابيض حملت التكهنات تغيير النهج على يد بايدن في مستوى اقل وطأة من جنون قرارات الرئيس السابق الذي وصف بالمتهور فيما يتعلق بالعلاقات مع ايران على سبيل المثال للحصر لكن المفاجأة الفارقة بين الرئيسين ان الديمقراطي رفع من حدة القرار في المواجهة مع ايران وتحديدا ميليشياتها في العراق ففي السابق كان مجمل قرار ترامب هو الرد على هجمات ميليشيات موالية لايران في العراق سيما عند مقتل او تعرض اي اميركي للاصابة بفعل سواريخ الكاتيوشا او الهجمات الميليشيوية لاهدف اميركية لكن بايدن توجه في سياق الرد بقوة على اي هجوم يستهدفها حتى لو لم يقتل او يصب اي عسكري اميركي هنا اظهر قرار الرئيس الامريكي جو بايدن شن غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من ايران في العراق وسوريا اظهر كيف تخطط الادارة الامريكية للتعامل مع الهجمات على القوات والمشاة الامريكية في المنطقة فهي تبحث عن كيفية حماية امنها من خلال حماية مصالحها وعتادها والتحذير بعدم الاقتراب منها او تحديها على الساحة الدولية ويعتقد كبار المسؤولين في ادارة بايدن ان هذه السياسة لم تكن نافعة في ردع موجة الهجمات الصاروخية غير المميتة على المشاة الامريكية في العراق والتي زادت بشكل كبير في عامي 2019 و2020 بعد انسحاب ادارة ترام من الاتفاق النووي الايراني وفرضها العديد من العقوبات على طهران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة